السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم اليوم رح نتكلم عن الطباق وأنواعه وهي الطباق بالإجاب والطباق بالسلم الطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام شن يعني الطباق أنه احنا نجمع بين الشيء وضده يعني شيء عكس الشيء يعني التضاد أو الطباق الطباق بمعنى تضاد يعني شيء عكس الشيء الطباق يعني شيء عكس الشيء وله ولي الطباقي نوعا الآن الآن التضاد بين كلمة وعكسها شنين الطباق بالإيجاب اللي هو الطباق العيجابي يعني بمعنى أجد عكس كلمة بالضبط فأقول السراء والضراء أيقاض ورقود يقب ورقد وإلى آخره يعني الكلمة وعكس معناها طويل وقصير طويل قصير طيب أما طباق بالسلب فهو خلينا نقول بأداة نفي وليس بالمعنى يعني يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون لا يستخفون أيضا عندنا الكثير من المفردات لا يعلمون يعلمون فلا تخشون ناس وخشون هل يستوي يعلمون ولا يعلمون يعني شيء وعكسه شيء وعكسه مرة أخرى الإجابة هو عبارة عن الطباق بالإيجاب بمعنى أنه أنا أكس المعنى فلو قلنا قصير وطويل سراء ضراء السلب هو عكس عكس المعنى ولكن فيها ذات نفي فنقول المعنى عكس المعنى ولكن فيه كلمتين الآن عندي يضحكوا يوكوا قليلا كثيرا يعني جملة عكس جملة بالمقابلة أما في الطباق فيجاب ويسأل فنأخذ على مستوى الكلمة على مستوى الكلمة سراء ضراء خلينا نقول هنا فلا تخشون ناس أو أخشوني تخشون أخشوني هاي عندي كلمة لا تخشون عكس أخشوني بس كلمة أما المقابلة فيكون على أكثر من ذلك يعني كلمتين فما فوق لأن عندي فليضحكوا قليلا أن هذه كلها عكسها يبكو كثيرا طيب يأمرون بالمعروفي هاي واحد وأنهون على المنكر هاي اثنين يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ثلاثة يحلوا واحد لهم عليهم طيبات خبائي هاي وكيد طبعا أنها عدنا حتى عدنا في ثلاث معاني وعدنا في أربع معاني إن سعيكم لشتى فالآن عدنا فمن صدق كذبه شو هنا صدق كذب عندي بالحسنة فسين بخله عندي عفوا فسينسره للحسنة فسينسره عفوا لليسرة أما هنا بالحسنة فسينسره للعسرة فأنا عندي أعطى عكسها عندي أعطى واتق وصدق واليسرة وعندي بخلة واستغنى وكذب والعسرة عندي أعطى بخلة أعطى عكسها بخلة عندي اتق استغنى خلينا نخليهم محدجة وحدة أنا ودي كون المعنى واضح أعطى بخلة شوف اتقى استغنى صدق كذب يسرى العسرة يعني أربع معاني أربع معاني طبعا هذا هو كل ما مقصود بمعنى الطباق وأنواعه وال مقابل ترجمة نانسي قنقر